وينضم إلينا من لندن المشرف على المعرض الدكتور أحمد مطر دكتور أحمد صباح الخير وأهلا بك في صباح العربية يعني بداية شو الشيء اللي استفادوا صباح الخير الشيء اللي استفادوا المشاركين تحديدا السعوديين من وراء فكرة هالمعرض صباحكم سعيد جدا طبعا هذا المعرض وفكرة في خلق هذا الجسر الثقافي سواء بين الفنانين السعوديين أو الفنانين البريطانيين الشباب فكرة جميلة بحيث هي توازي ثقافي أو خلينا نقول حوار ثقافي بين الشباب أو رؤية المثقفين أو بين الهوية اليومية للمتلقين نعم حدثنا أكثر عن مدى الإقبال على هذا المعرض خصوصا من قبل الإنجليز أو الأجانب ليس من العرب تحديدا جميل طبعا كان حضور رائع جدا أنا تفاجأت خاصة في يوم الافتتاح المعرض كان الحضور رائع جدا وكان النقاش جميل جدا بين الفنانين بين المتلقي كل المتلقي كانوا يسألون عن الثقافات المختلفة وكأنهم في زيارة أو في رحلة للمملكة العربية السعودية كانت كل طبيعة اختلاف الأعمال مثل هوية كل بيئة كل اختلاف في المملكة العربية السعودية تنوع تراثي فلذلك كان هناك الكثير من التساؤلات حول جميع الاختلاف التراثي التضاريسي البيئي الثقافي في المملكة العربية السعودية طبعا شو الرسائل اللي حملها الفنانين السعوديين سواء كانوا فنانين أو فنانات من خلال رسوماتهم ولوحاتهم المعروضة طبعا نقلوه إلى الغرب أقصد كثير يعني ما أنا استطيع أن أحدد الرسالة أو رسالة معينة هناك الكثير من الرسائل طبعا تحملها هذه الأعمال الفنية كل عمل الفني هو مليء بالرسائل أو بالأفكار أو بالحالات هي الفن بشكل خاص هو حالة خاصة يحاول الفنان تقديمها المتلقي في إطار هذه الحالة هناك الكثير من الرسائل والأفكار والنقاشات هذه النقاشات هي المصدر اللي يستند عليه المتلقي ويستند عليه الفنان في هذا الحوار بما أن هذا المعرض الهدف منه هو ربما تقريب أو جسر الهوى وتعريف المتلقي الغربي على الفن السعودي كيف إدرت ترجم المعروضات واللوحات والأعمال التي عرضت في هذا المعرض هذه الجزئية بالذات في هذا الحالة طبعا الفن يقدم كصورة ميزة الفن التشكيلي بشكل عام هو لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة في هذا الحالة استطعت كل الأعمال تقديم هذه الرسالة بشكل عالمي هي لغة حرة لا تحتاج إلى حتى وسائط أو لنقلة فكانت الرسائل رائعة وجميلة جدا أيضا كان معظم اللوحات أخذت صور من اللوحات وعرضت في الأندرغراوند أو المترو في لندن فكانت أيضا بشكل يومي كم مليون يراها كل يوم فكان هذه فكرة رائعة أيضا في المعرض هل هناك فنانين غير سعوديين نقلوا تجاربهم في السعودية من الفنانين طبعا في بداية فكرة المعرض هي فكرة زيارة فنان صديق ستيفن ستيبلتون إلى أبهى وجدة والرياض وكانوا كنا اشتغلنا في مرسى مراسم قرية المفتاح التشكيلية معا وجاءت الفكرة من قرية المفتاح التشكيلية في أبهى إلى أن ينتقل المعرض إلى أو ينتقل هذه الفكرة وهذا الحياة اليومية اللي كنا نعيشها إلى لندن وكثير من الفنانين التقينا فيهم وتعرفنا عليهم في أثناء هذا المعرض فنانين إنجليز وفنانين من بريطانيا نعم نتمنى لكم التوفيق اشتركوا في القناة